أحلى حاجة في شعب مدينة بورسعيد الجميلة إن هما بيحبوها قوي وبيحبوا تراثها وبيحيوه مصرين يحافظوا عليه علشان يسلموا للجيلة اللي بعدهم عشان كده إحنا النهاردة عند الأستاذ محمد غالي بنوارنا في أهلينها أهلونا سيدا أعرف السيدة المشاهدين من الأستاذ محمد غالي أنا محمد غالي بورسعيد يعني واحد منظمنا الناس اللي بتحافظ على التراث البرسعيد احكي لنا من البداية تعليمك إيه؟ شغلك إيه؟ ابتدى الموضوع ينكش في دماغك إزاي؟ كان دايماً أولد الله يرحمه بيحكيلي على بورسعيد وإن إحنا مهجرين ونصيرنا نرجع على بورسعيد وكده ففي يوم الأيام سمعت صوت السمسمية ده في الراديو فكان أيامها طبعاً السمسمية بتغنى أغانم قاومة وحاجات عن الحرب وكده فعلقت في دماغي شفت ضم في الشارع اللي هي الفرح البورسعيد أو زي ما بيسموه الحظ مثلاً في بعض البلاد زي السويس مثلاً وغارب عندنا هنا اسم الضمّة لأنها هي بتجمع بين حاجتين إنها بتضم الناس وفي مادة تانية في الغنى اسمها الضمّة غير مفيش فاة سمسمية فإقاعات بس فالمهم إقاعات طب لو دف أنا اتفرجت على الضمّة في الشارع فخلاص هي أنا دهيتني وده على فكرة اسمي ضمن اسمها السمسمية اللي هي اسمها الناد ده خلاص علاقت في الدماغي فلما جينا بقى من التهجير ودخلت مدرسة السنوية الصناعية قسم منجرة أول حاجة عملتها عملت سمسمية كنت في المدرسة؟ سانوي لا في البيت لأ أنت وقتها كنت في سانوي آه في سانوي آه في البيت بقى عملت إيه؟ رحت جايب طبق من المطبخ طبق صاج عادي زي السمسمية القديمة وثلاثة خشبات والمهم وجلد أرنب وشديته وعملت آلة رغم أن أنا ما بعذفش عليها والغاية دلوقت أنا إلى الآن؟ آه يعني رغم شغفها كله بسمسمية ما حاولتش تتعلمها؟ بؤمن بحتة أن كل واحد ربنا بتديله حاجة وكلنا بنكمل بعض يعني فيه ناس بتعزف فيه ناس بتصنع فيه ناس بتسمية فيه ناس كده فأول حاجة عملتها وخطت بقى زميلي من المدرسة طلعنا على البحر المهمة أنا أخرفش عليها كده وخلاص ونغني وبتاع لغاية لما قابلنا حد بيعزف فعلا حياة سمسمية أخدها ووطرها وقعدنا نغني على سيبس اللي هو دل سيبس بتغني لمن يا حمام والحاجات البورصة عليها أنام اليوم ده صوت السمسمية بالنسبة لي يعني بيمتعني أصلا فالفكرة جات فيه لما أنا التحقت بالفرقة التنبورة التسعة والثمانين كان فيه مشروع أن التراث ده بيروح بسبب اللي انفتاحه وكده ففيه زكرية إبراهيم عمل جمع الناس القديمة أو اللي هي حافظة التراث ده وبقى يحفظنا كنت أنا لسه بقى سن صغير سويا وقعدت أحفظ معهم واشتركت معهم وحفظت أغانة ضمة والسمسمية وبحكم إن أنا بقى في النجارة وكده فقالوا لي عمل لنا آلات صنع لنا سمسمية المهمة بدأت واحدة واحدة إن أنا صنع القلة وبقيت بقى أستفسر العازف عايز إيه الحاجة اللي مش مظبوطة ممكن نعدل فيها جات الفكرة كان عادت كم سنة؟ يعني مثلا الفكرة ابتدت معايا من 2005 كان الوقت ده السمسمية مش زهرة قوي الانفتاح بقى والدجاهات والكلام ده بدأ يخش في بورسعيد والناس حسيت إن إيه إن الضمة قلت في الشارع الناس ما بقتش مهتمية فيه الناس بتحافظ على الطرس الغنائي وأنا من حب للألة نفسها اللي هي بتطلع على الصوت ده فالفكرة جات إن أنا هخلاص أنا هصنعها بقى ويبقى زيها زي مثلا العود وهو موجود في محلات الآلات الموسيقية زي الجتار ليه ما فيه السمسمية؟ وإحنا أصلا ما كناش بنشوف السمسمية اللي مع العازف يمتضمه هو يجي يطلعهم الشنطة يعزف خمس أوطار اللي هي أصل الآلة خمس أوطار وبيعمل بها المهرجان ده كله وبعد كده يحطها في شنطة قماش وخلاص والدنيا خلصت على كله لكن ما بشوفهاش في محلات آلات موسيقية فالفكرة إجت من هنا إن اللي بيحافظوا على الغناء التراث ماشي لكن الآلة بقى اللي هي بتصنع الكلام ده مدى الأيام والسنين من اللي عايز يتعلم ومش هيلاقي آلة موسيقى